أنا شخصياً سمعني. أنا شخصياً أقول لك عن نفسي. أنا شخصياً كنت نهارك كله من اللي بدأت الحكاية دي وأنا مع الحراك. لكن بعد ما شلت التصوير هذه إذا كان ما تماش موقف واضح من الحراك في أنها راية واحدة لتزاير. أنا أخي أزادة ما نحبش. بش نجب دروحي لعني ولي عندي شك كبير من ناحية الشرعية أني نساهم في خراب الجزائر وتقسيمها. ما نقدرش نعمل شيئ ذاك. إذا ما قلتوش أنه راية واحدة للحراك من أجل دولة العدل والقانون ودولة ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية. أخي أنا أزادة نأخذ راية كنتمك. لكن أنا عن نفسي عبرت عن رأي شخصي. أنوالي ما نقدرش ولي عندي مشكلة قدامي. أنا نحشي من العربي بن مهدي. نحشي من البنباديس. نحشي مع اللي ماتوا في بجاية وتزيوزوا ووران وعنابة وثلو مستانكي هم اللي قد مرواحهم. أعزم عندهم حياتهم قدموها. مش كنت زايا الحرة عربية إسلامية مستقلة ذات كرامة وزيادة نجيانية. تول ندعم بش تخرب تولي رايتين ومبعضين دولتين. لا أخويا سيبع لي أنا شدخلني في الحكاية هذه. فاسمعني إذا ما عملتوش وما قلتوش أن ورايا واحدة ترفع فيها الحراك. أنا شخصيا ها نكلمك من الليلة. عشرين ديسمبر. أخويا ولي سمحني. إذا أبرروسكم تفاهموا. ربي سبحانه وعندما يشوف. إن شاء الله ربي يقدر لنا وليكم الخير. لكن لن أكون طرفا في تقسيم الجزائر أو تقريب ذاك التقسيم حتى ولو بشبر.